السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أبنهي سنبدأ نعمل النهار ده في الطقم ده ده سادة في منقوش هنحتاج ثلاثة متر من المنقوش وثلاثة متر من السادة للقصة دي القصة دي عبارة عن الملاية ستبقى منقوشة والكورنيشة سادة كورنيشة أنا هعمل كورنيشتين كورنيشة في أول الملاية على حرفها وفي أول حرف السرير كورنيشة عبارة عن فسطونات بس أنا مش هعملها بقى فسطونات أنا هعملها عبارة عن سبعات وثمانيات وهنعمل المخدات والخطوديات من السادة يلا نبدأ مع بعض كده على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا هنا القماش ده معي أنا قصيته اختصارا للوقت لكسين المخدات والخطوديتين زي ما اتفقنا قبل كده أنا لها طريقتين بعمل بهم كسين المخدات والخطوديتين ممكن أخذ متر وستين ده الكلام ده للسرير متر وستين ممكن أخذ متر وستين أطلع منهم المخدتين وخطوديتين وبعدين أخذ خمسين سمت تاني أعمل بهم الخطوديتين يبقى كده احنا معينا مترين وعشرة ممكن أعمل حاجة تانية وده الطريقة اللي أنا هعملها دلوقتي إن أنا قصة مترين وعشرة هعمل بهم المخدتين والخطوديتين نشوف هنعمل فيهم ايه أنا باخد القماش كده بفرده بيبقى البرصل ده كده وهنا القماش كده من هنا الناحية المقفولة باجي بفرد القماش اتفقنا إن غرض الخطوديتين بيبقى خمسين في سبعين بنزود شوية ممكن تبقى مثلا خمسة وسبعين في خمسة وخمسين أو ثلاثة وسبعين في خمسة وخمسين هبدأ أنا أخذ من ناحية البرصل كده أخلي البرصل كده على يميني يعني أنا بغامل البرصل كده وأخلي البرصل على يميني وابدأ إيس مBeat 75 شمت بتوع الخطوديتين من المترين وعشرة سمت بايس ال75 سم بتوع الخطوديتين 75 سمت وبضأ اتمي أمش فuring وابدع أتفقو incorporate وبعدين اجيب المقص وقص كده شقة صغيرة لازم الشقة دي تبقى مظبوطة عشان اعمل اللي انا هعمله دلوقتي ده ان انا امسك واشقه بالطريعة دي كده بقيتها معي الخضليتين بس من غير القلاب ازاي هواديكم ازاي دلوقتي انا معي القماشة في كده مترين وعشرة قد البورسل مترين وعشرة في الخمسة وسبعين سمت بتاع الكوزة دية بمسكهم اتنين هم مصين واتنين هم مصين بقيت معي كده القماشة على اربعة كده بسويها طبعا لازم تقوم تسويها كويس جدا عشان ما تطلعش ناحية اكبر من ناحية ولا ناحية اصغر من ناحية لازم تسويها كويس جدا كده ناحية جدا كده انا معي الخضليتين تمام الخضليتين ادي اصغر من ناحية ايضة ويش ودي ظهر ودي ويش ودي ظهر كده الخودة ديتين نقصهم بس القلاب اللي هيتعمل هنا برضو هتطلعوا من الكيس المخدات تعالوا نشوف ازاي انا مسكت المترين وعشرة طبقتهم بالطريقة دي كده اه طبعا احنا اتفقنا ان كيس المخدات بيبقى متر وستين في تسعين اه انا معي مترين وعشرة اه لو خصمت من مترين وعشرة اه عشرين سنتي هيبقى مية وتسعين هقسم مية وتسعين على اتنين هيديني اه كيس المخدات وزيادة يعني التسعين سنتي وزيادة شوية اللي احنا هنخيط بهم اه اللي هم قيمة الخياطة فانا دلوقتي هقص عشرين صمتي من الاماشة دي البرسل هنا اهو وانا تانيت كده عشرين صمتي بس خلوا بالكوا اقعدتنا العشرين صمتي من المتر وستين احنا بنتني العشرين صمتي من ناحية المترين وعشرة بيبقى البرسل كده وانا بتني كده اه عشرين صمتي واقصوا هنا عشرين صمتي دول كده العشرين صمتي دي اللي انا بعمل بيها القلاب بتاع الخددية يتفضل معايا الجزء ده كده دول كسين المخدات حوالي متر وتسعين حوالي متر وتسعين لما هنيجي نقسمهم النصين بالطريقة دي كده يبقى البرسل قدامنا كده لو احنا قسنا نيس كده اهو بقيت حوالي آآ تسعين آآ اربعة وتسعين يبقى يدوب على ما بنتني عشان احنا طبعا بنتكفف كيس المخدة في الخيوطة على ما بنتني كده بتبقى يدوب كيس المخدة تسعين يبقى احنا هنقسم دول كده ونبدأ نشوف هنشتغل في الملاية بالنسبة للملاية زي ما اتفقنا كده بيبقى القماش كده نحية مقفولة ونحية مفتوحة البرسل كده نحية البرسل ونحية مقفولة احنا بنيجي ناخد المقاس من عند الناحية المقفولة الراجل كده احنا هورد القماش شوية ونشيلي الحتة دي عشان يبقى القماش مساوي معنا انا كده هاخد الملاية زي ما اتفقنا متين واربعين انا اخد متر ونص بالمزورة وتسعين يبقى متين واربعين وساوي المزورة كويس جده واقصر كده انا مش محتاجة من المنقوس ده غير القلاب بتاع كده انا مش محتاجة من المنقوس ده كيس المخدة هاقص ربع متر وقسمه على اتنين وبعدين اعمل بيهم اللاب بتاع المخدة باقي كده اخر خطوة في الطق اللي هو كورنيشين السيدة انا قصيت القماشة دي حوالي وتعدي تمانية وعشرين سانتي او خمسة وعشرين سانتي على حسب ما احنا نشوف الخطوة اللي احنا عايزين قدي قصتها كده الحتة دي وتانية بالطريقة دي كده وبعدين هشقها كده هذا هو الكورنيش الذي نفعله على أول الملاية يبقى باقي معنا الكورنيش الذي سوف نفعله على أول حرف الملاية من فوق الذي سوف نفعله سبعة وثمانيات انا خدت حدة قماشة حوالي خمسة وخمسين سنتي وطبقتها بالطريقة دي كده وبعدين هقسمها نصين احنا لما بنيجي نعمل كورنيشة في الملاية بناخد عرضين زي ما اتفقنا انا هنا مش محتاجة العرضين عشان انا عايز اقلل الكشكاشة شوية عشان منظر الفسطنات اللي انا هعملها او منظر السبعة والثمانيات يبان شوية فانا هاخد عرض القماش مرة وهاخد نص العرض مرة تانية عشان انا هحتاج النص التاني من العرض اعمل بيه في يوم كاد يبقى انا كده هاخد العرض مرة ونص العرض مرة هساوي القماش كده عشان ساعات القماش بيبقى البورسل مش على البورسل هقسم كده وهاخد نص القماشة اعمل بيها كورنيشة والنص التاني هعمل بقى الفين كده اللي هتحطها على الملعية بعد كده اخر حاجة بقى قص السبعات والثمانيات انا برضو هساوي القماش كده عشان بورسل مش جاية عن بورسل هساوي القماش كده بالنسبة للسبعات والثمانيات دي بقى احنا بنعملها على حسب ما يعجبنا احنا ممكن نعملها كبيرة او صغيرة على حسب ما يعجبنا انا هنا هعملها اسمت القماش كده على اربعة كده القماش على اربعة وبعدين هقسمه كمان مرة كده ممكن تبقى السبع والثمانية كويسة مع اولى طيب لو انا اجرب كده لو انا عملتها على ثلاثة لا كده هتبقى كده كده هتبقى كده نخليها على اربعة على اربعة عشان انا مش عايزها عريضة او لازم اساوي القماش كويس عشان ما يعملش اي حركة كده معايا كده القماش كده انا عملته اهو على ثمانية تمام هاجي اروح اسمة كده تاني كده بقيت معايا كده القماش بطريقة عشوائية خالص ممكن السبع دي انا على حسب ما انا عايزة ممكن اخدها الحد هنا ممكن اخدها الحد هنا ممكن اخدها الحد هنا فانا بطريقة شوية خالص كده هاخدها كده لو احنا مش عارفين نعملها بنجيب مصطرة ونعلم بيها نعلم بيها كده او حاجة تاني ممكن ناخد علامة مثلا كده ممكن ناخد علامة بالمزورة احنا عايزين مثلا ناخد السبع الحد هنا مثلا هناخد كده بالمزورة كده ونعلم كده وبعد نقص كده كده هعمل السبعات دي كده وبعدنا حط عليها بقى اي حاجة تعجبني ممكن جبير ممكن ضنطيل ممكن شريط ضنطيل عادي او شريط ستان على حسب ما يعجبنا انا لسه محددتش قوي وانا هحط عليه بس لما نعمله اوفر وانا بنشطابه كده هكون حددت انا عايزة احط عليه بالزبع وهنعمله سوا مع بعض يبقى احنا كده عملنا الطقم كامل طبعا الجزء التاني انا هاقصه بنفس الطريقة داية ويبقى كده احنا قصينا الطقم كامل وبعدين استنوني بقى الفيديو الجاي ان شاء الله تقفيله مع بعض يارب يكون الشرح كويس ويارب تكون القصة سهلة بالنسبة لكو تكونوا قدرت تعرفوا قصة ازاي والمبتدئات تكون عرفت ازاي تقص كس المخدة وكس الخددية استنوني بقى في تقفيل الطقم دا ان شاء الله